وقع نجم الدين وابنه توران شاه رهينة الحصار وضح ذلك يا ترى امتى وقعوا في الحصار طبعا لما انقلب الخوارزمية أثناء عودة نجم الدين من حصار الرحبة انقلبوا عن نجم الدين أدى إلى حصار نجم الدين في قلعة سنجار مين اللي حصره؟ بدر الدين لقلق عدوه اللدود وأمير الموصب طيب وابنه توران شاه في قلعة آمد مين اللي حصره؟ كان غياث الدين الرومي الخوارزمية مقاتلون أشداء وسلاح زوحة دين وضح ذلك دا سؤال مهم جدا يا شباب ليه بقى؟ لان الخوارزمية لما كانوا مع نجم الدين استطاع انه يسترد بعض أجزاء من مملكة والده الواسعة اللي كان محتلها الفرنج ولما انقلبوا عليه أثناء رجوعه من حصار الرحبة النتج عنه انه حصر في قلعة سنجار مين اللي حصره؟ لسه يلين دلوقتي بدر الدين لقلق طيب ولما قدرت شجر الضر تعيد مرة أخرى العلاقات ما بين نجم الدين وبين الخوارزمية استعال خوارزمية انهما يفقوا الحصار عن نجم الدين في سنجار وكمان أرسلهم لفق الحصار عن ابنه في آمد ما الصفقة التي تمت بين نجم الدين والجواد وما أثرها على جماعة الإصلاح والوحدة؟ ده من جهة وعلى سوداء والعادل من جهة أخرى طبعا الصفقة هي انه يحصل تبادل ما بين دمشق هيحصل عليها نجم الدين في مقابل هيحصل الجواد على حصني سنجار وكيفة طبعا عارفين ليه؟ لأن داود كان مصر دايما داود أمير كارك كان مصر دايما يحصل على دمشق فخاف منه الجواد فعمل تبادل ما بين حصني سنجار وكيفة وإدى دمشق الميل لنجم الدين طب أثرها إيه على جماعة الإصلاح والوحدة؟ طبعا فرحوا جدا بهذا الأمر وشافوها خطوة في طريق العودة إلى مصر أو أن نجم الدين يحكم مملكة أبيه مرة أخرى طب سوداء بنت الفقيه وابنها سيف الدين طبعا حزنه جدا وزعله جدا بهذا الأمر وبدأوا يرتبوا ترتيباتهم علشان يحاولوا يفشلوا هذه الصفقة تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا فلس مدرستنا المستقبل يبدأوا الآن ترجمة نانسي قنقر